واصلت طائرات النظام يوم الاثنين غاراتها على مناطق عدة في حلب وريفها اوقع الضحايا في قرية كفر خمرة وذلك على الرغم من اقتراب عيد الفطر السعيد هذا وتصدى الثوار لقوات النظام في جمهتي الخالدية بحلب ومنطقتين الملاح وحندرات شمال المدينة ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر سكايب من حلب مراسلنا علاء شريف علاء اضعنا في صورة اوضاع القصف والمعارك في حلب وريفها نعم زميل اصلان اصعد الله اوقاتكم اوقات جميع مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية وكما ذكرت زميل اصلان غدا او بعد غد ان شاء الله سيكون اليوم الاول من ايام عيد الفطر السعيد ومع ذلك تتعرض مدينة حلب ما تزال تتعرض لقصف جوي ممنهج وقصف بالبراميل المتفجرة على احياء مختلفة من مدينة حلب اليوم صباحا قام الطيران الحربي بشن ثلاث غارات متزامنة على احياء متفرقة من مدينة حلب القصف استهدف حي الصخور وحي بستان القصر وحي الانصار الذي نشب فيه حريق هائل وتدمر واسع في البنى التحتية ولكن فرق الدفاع المدني ولله الحمد تمكنت من اخماد ذلك الحريق اما بالنسبة لاخبار الجبهات واخبار تحديدا ريف حلب الشمالي وما يحدث فيها ومنذ ليلة البارحة قصف جوي وقصف مدفعي وقصف بكافة الوسائل التي يملكها النظام على طريق الكاستيلة وعلى كافة الجبهات جبهات حريتان وجبهة الملاح وعلى مدينة حريتان وعلى جبهة الخالدية وفعلا البارحة ومنذ مطلع فجر الليلة امس قامت طيران الحربي بتمهيد ناري مكثف على جبهة الخالدية وللأسف تمكن قوات النظام من اخذ كتلة المعامل ومعامل شبيب من ضمن تلك الكتلة تم اخذها من قبل قوات النظام ولكن ولله الحمد لم تكتمل فرحتهم وقبل ساعة من الان افاد مراسلنا من هناك بان الثوار قاموا بعملية استشهادية وارجع كافة النقاط التي قد قدمت عليها على انتخذنا لموضوع مهم يعني كيف تبدو اجواء العيد في حلب هل يوجد اقبال على الاسواق زميل اصلا لا ابالغ ان قلت رغم كل الغلاء وارتفاع اسعار الدولار وقلت بعض المواد الغزائية والاساسية في مدينة حلب ما تزال الحياة شبه طبيعية ما يزال الشعب الحلبي شعبا صامدا كما عاهدناه منذ اكثر من خمسة سنوات من انطلاق الثورة السورية قبل قليل كنا فريق حلب اليوم عملنا جولة في اسواق مدينة حلب ورأينا الحياة طبيعية جدا والشعب اعتاد شعب مدينة حلب اعتاد للسنة السادسة على التوالي على الصمود وكل مقابلة كان يقول لنا بانه سيبقى صامدا وسيبقى في هذه المدينة حتى اخر لحظة من عمر هذه الثورة الى حين التحرير باذن الله وقد يعتقد البعض بان حلب اخطر مدينة في العالم ولكن في الواقع وخاصة مع هذه الايام ايام الاخيرة من شهر رمضان مبارك وايام قدوم العيد حلب هي اجمل مدينة في العالم طيب ما هي ابرز الصعوبات التي يعاني منها السكان مع اقتراب العيد ابرز الصعوبات تتمثل اصلا في ارتفاع المواد المحروقات وما يتعلق ذلك بارتفاع المواد الاساسية بارتفاع مادة الخبز وارتفاع وسائل النقل ولكن والله الحمد مع ذلك المواطن الحلبي ما زال يواجه هذه المشكلة بالصبر المتزامن والدائم على تلك المشكلة ولكن والله الحمد المواد الاساسية ما زالت موجودة في حلب ولكن ارتفاع طفيف في اسعار المحروقات قد تعيق بعض المواد الاحتياجية الاساسية للمواطن الحلبي والتي قد يمكن ان يصعب عليه شراؤها قد وليس من المؤكد ولكن ارتفاع بسيط والاهم من ذلك الصمود الحلبي صمود المواطن الحلبي ما زال صامدا ما زال قويا ما زال كما عهدناه سابقا كما اسلافت شعب صامد شعب حلبي صامد ولله الحمد نعم الحلب مراسلنا علاء الشريف شكرا جزيلا لك